اشتركوا في القناة حفظه الله وإلى اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناسبة التأهل التاريخي للمنتخب الأول لكرة اليد إلى منافسات دور الثمانية بمسابقة كرة اليد بالنسخة الثانية وثلاثين بدورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 وعرب سموه عن الفخر والاعتزاز بالوصول التاريخي لأبطال اليد لدور الثمانية بأولمبيات توكيو والذي يعد بحد ذاته إنجازا مشرفا لهذه اللعبة الجماعية التي كسبت ثقة الجميع بما حققته من نتائج مشرفة في مختلف المشاركات واستطاعت الظهور بمستويات قوية في هذا المحفل الرياضي العالمي وأكد سموه أن هذه النتيجة المشرفة تعكس ما تعيشه رياضة البحرينية من تقدم والزهار بفضل ما يليه جلالة العاهل المفدى حافظه الله من اهتمام ورعاية ودعم للرياضة والرياضيين كما أضاف سموه أن اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالقطاع الرياضي من خلال المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة الموقرة برئاسة سموه ساهمت في تهيئة المناخ الملائم للرياضيين للإسعداد الأمثل من أجل المشاركة والظهور بمستويات قوية والمنافسة على تحقيق النتائج المميزة وأشار اسم الشيخ خالد بن حمد إلى أن الجهود الكبيرة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لترجمة توجهات العاهل المفدة أثمرت عن تحقيقها لنقلات نوعية وساهمت في نهضة وتطور في المجال الرياضي وأشهد سموه بعطاء أفراد منتخب اليد في هذه المشاركة مؤكدا سموه نجاح المنتخب في تحقيق العديد من النتائج المميزة يعكس العمل الجاد بيال التحاد البحريني لكرة اليد برئاسة سعادة النائب علي عيسى أسحاقي متمنين سموه للمنتخب التوفيق والنجاح خلال المشاركات القادمة ترجمة نانسي قنقر